الله وحده أعلم إن كان على قيد الحياة هو عنوان لأحدث تحقيق موثق يصدر عن منظمة حقوقية دولية معتبرة بشأن الانتهاكات التي تعرض ويتعرض لها المئات من اليمنيين الأبرياء في سجون سرية تديرها الإمارات وقوات يمنية تابعة لها في المحافظات المحررة تنضم العفو الدولية إلى هيومن ريتس ووتش ومنظمات حقوقية محلية وإقليمية أخرى بهذا التحقيق الذي أوضحت أنه يتعلق بتفاصيل 51 حالة لرجال تم احتجازهم على أيدي القوات الموالية للإمارات خلال الفترة ما بين شهر مارس 2016 ومايو من العام الجاري في محافظات عدن ولحج أبيا وحضرموت شبوى بالإضافة إلى مقابلات مع 75 شخصا بينهم محتجزون سابقون ومسؤولون وناشطون ووفقا لتحقيق العفو الدولية فقد تخلل الاعتقال حالات اختفاء قسري إذ لا يزال 19 رجلا منهم مفقودين حتى الآن فيما وثق التحقيق استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعامل السيئة على نطاق واسع في مرافق الاحتجاز اليمنية والإماراتية وسرد محتجزون سابقون وحاليون وأفراد عائلات محتجزين آخرين تفاصيل أشكال الإساءة التي تعرضوا لها بما في ذلك الضرب أشكاله واستخدام الصعق بالكهرباء والعنف الجنسي فيما أفاد محتجز سابق بأنه تعرض على أيدي جنود إماراتيين في قاعدة التحالف بعدا للعنف الجنسي والاحتجاز في حفرة ورأسه فقط أعلى من مستوى الأرض وإجباره على قضاء حاجته وهو في تلك الوضعية وفي هذا السياق اعتبرت مديرة برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمات العفو الدولية رانا حسن أن الإمارات العربية المتحدة تعمل في ظل ظروف غامضة في جنوب اليمن حيث أنشأت هيكلا أمنيا موازيا خارج إطار القانون يتيح استمرار ارتكاب انتهاكة صارخة بلا حسيب أو رقيب محذرة من أن غياب المساءلة يزيد من صعوبة طعن العائلات في مشروعية احتجاز ذويهم وبهذا الخصوص دعت المسؤولة في منظمات العفو الدولية إلى التحقيق في تلك الانتهاكات بصفتها جرائم حرب كونها ترتكب في سياق النزاع المسلح الدائر في اليمن مشددة على ضرورة أن تقوم السلطات اليمنية والإماراتية بخطوات تكفل فورا وضع حد لتلك الانتهاكات تحقيق العفو الدولية يعمق مأزق الحكومة الشرعية التي دفعت بفعل الضغوط الإماراتية للقبول بتحمل تبعات الانتهاكات الفضيعة لحقوق الإنسان مقابل أن تهنأ بلحظة من الاستقرار في عاصمتها المؤقتة عدن بعيدا عن المنغصات التي أنتجتها الإمارات نفسها وفقا للمراقبين